قامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفالية للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لعدد 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة في العاشر من رمضان مدينة 15 مايو وكمان إخميم الجديدة بسهاج والتي تم تشهيدها وفقاً لأعلى المقيس والمواصفات الدولية المعتمدة خلال فترة زمنية قياسية حضر الاحتفالية عدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورموز الفكر وعدد من الفنانين ومندبيء الصحف ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية خلين نروح نتابع هذا التقرير نطلع الفصل نرجع نكمل مع حضراتكم الكلام ربنا لما خلق الإنسان وهبوا حرية الاختيار بين الخير والشر فيه مننا اللي بيخطو الطريق الصحة وفيه مننا اللي بيختاروا الجريمة وعشان المجتمع يقدر يستمر كان لازم يكون فيه عقاب رادع السجون بها ضغط بانا من مئة سنة وحيطان السجن متعجز زي الإنسان وبيحصرها مادة عمراني من كل جهة لحد ما بقيت وسط البلد نقوتلة السكانية أحاطت بالسجون أصبحت السجون دي رغم التطوير اللي تم فيها إلا أنها تصدمت بمساحة السجن أنت في الداخلية بتبذل أقصى جهد وفي نفس الوقت النتيجة لم تصد إلى الحد المرض عنينا من تكدس عنينا من عدم توافر اشتراطات صحية الإمكانيات اللي موجودة فيه ومرافقه كانت بتتحمل ضغوط اللي يفوتها قطرة السابقة كيف أحافظ على المسجود ثم كيف أعيد تأهيله مرة أخرى ليخرج مواطن صالح وإلا يعود الجريمة مرة أخرى في إطار الجمهورية الجديدة كانت توجيهات القيادة السياسية أن إحنا نوفر بيئة جديدة نقدر من خلالها تحويل النزيل لعنصر صارح لإعادة دمج بالمجتمع ونقل السجون خارج الأحوذة العبرانية لرفع كفاءة تشغيلها وتوفير كافة مقاومات حقوق الإنسان فيها شكلنا لجنة من المتخصين المعنيين لوضع تصور لاحتياجات العناصر المكونة لمراكز الإصلاح والتأهيل اللي حيتم تنفذها النزلاء بيحتاجوا للتدريب على بعض العرص زي مهارات الحياة زي إدارة الغضب زي الحل المشكلات إن إزاي يتم دمجه أو بداية الدمج تكون من خلال المركز الإصلاح والتأهيل يبقى جزء من تقضية عقبته هنا والتأهيل هو التأهيل النفسي وتكوين شخصية جديدة أو تغيير سمات شخصية تكون أكثر إنتاجية وأكثر موائمة ومواكبة لظروف الحياة في الخارج فيفرق من هنا متغير سلوكه الإجرامي اللي دخل بيه قبل كده تقوين القيم وتعزيز الأخلاقيات وضبط السلوكيات وصولاً لتحصين النزلاء من الانحرافات السلوكي حماية لهم ولمجتمعاتهم بعد ما انتهت اللجنة من وضع التصور للموذج مركز الإصلاح والتأهيل النموذجي يضافت بعض العناصر عليه التي تعظم من المنظومة التأهيلية اللي خليته نموذج فريد يتميز عن أي نموذج مشابه له في العالم تم العرض بالخطة المتكملة لمراكز الإصلاح والتأهيل لاستخرط عليها الوزارة واللجان المشكلة على السيد رئيس الجمهورية وبعد إقرارها من سياكتو تم التنفيذ الفوري للخطة الحجر ده جزء بسيط الجزء الأكبر لإدارة المنظومة هو الفرد هو العنصر البشري تم استحداث مركز تدريبي متخصص داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وبيتم فيها تدريب الزباط والأفراد وجميع العاملين بأحدث الأسس العلمية بهدف تعزيز القدرات الأمنية لديهم خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي تم إطلاقها في سبتمبر 21 تلبي كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر سواء كانت حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اجتماعية وقتصادية هل في نية حقيقية لأصلاح أوضاع السجناء ومراكز التأهيل في مصر النية الحقيقية موجودة والإرادة موجودة والسجون بدأ إنشاءها وبدأ يكون فيه تطبيق كامل لقواعد النموذجية الدنيا تضمنت الخطة الاستعواض عن 45 منطقة سجون قديمة لبراكز إصلاح وتأهيل جديدة واللي هيتم توزيحها جوارافيا على مستوى الجمهورية وناءً عن معايير تخطيطية بتراعي الانتدادات المستقبلية للمدن الجديدة تم بالفعل تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من خطة والتي تضمنت تشغيل مركزي الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبدأ واللي استغرق تنفذهم 11 شهر من تاريخ التكليف والمرحلة الحالية تضم مراكز الإصلاح والتأهيل بمدينة العشر من رمضان من الشرقية ومدينة أخمين الجديدة بسهاج ومدينة 15 مايو بالقاهرة والمراكز دي تم تنفذها خلال عام تقريباً قيمة أراضي السكون العديمة اللي تم إغلاقها وتسلمها للدولة بتعادل واتوازي قيمة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة اللي تم إنشاءها من شكل ده إحنا ما كلفناش للدولة أي مبالغ ملاقي ضفقية تم بالفعل إخلاق وهدم عدد 12 منطقة سجون قديمة وبيجري حالياً إخلاق وهدم عدد 15 منطقة أخرى وإن شاء الله سيتم إخلاق وهدم الباقي مع تنفيذ المرحلة القادمة اشتركوا في القناة بالهدم ما كانش المنشآت والعنابر بس بالهدم كان للأفكار الأديمة اللي بتقول إن السجن مجرد عقاب قائمين على المكان بيتعاملوا بمنطقة الاحترام والأخلاق معينة تقوم بتغسلوا الشك بماها سخنة و سخنوا ببارهم معاملة قويسة وضع فيها شاشة فيها اتنين حمام هو أنا أفسه لما استقر وارتاح ما بيعملش مشاكل أنا مش في عزلة عن العالم اللي برا بمتابعة الأخبار اللي موجودة حالياً دلوقتي في نشرات الأخبار في مراعاة لحول إنسان بشكل متطوب جداً فيه باتر وما فيش حركة يعني كلياً فلازم يبقى فيه مساحة يركب عجلة ويدخل حمام دي تفريد كتير طبعاً في نفسية أو أي مسجون وزارة الداخلية لما قررت تطوير المنظومة الطبية بقطاع الحماية المجتمعية واللي تم من خلال إنشاء مستشفيات متكاملة على أعلى مستوى مدهزة بأحدث التجزيزات الطبية كان ليه هدف رئيسي وهو الحد من تحويل النزلاء لمستشفيات خارجية ده كان لسببين الأول هو سرعة أداء الخدمة الطبية للنزيل والتاني هو مساعدة جهات الدولة الأخرى من خلال إن أنا وفرت له الأماكن اللي كان بيشغلها النزيل في المستشفيات الخارجية جاءت لي زبحة صدريخ دخلت عملت تعملت الأسطرح وتوقيع الكشف عليه وعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود قصور بالشرعين التاجية مما استدعى إن إحنا نحجز المريض فوراً بالمركز الطبي تم زراعة ثلاث شرعين تاجية والحمد لله المريض دلوقتي في رعاية مركزة والأمور مستقرة جداً بالنسبة لك بصراحة أنا اندهشت لما جيت شفت المركز هنا وشفت الإمكانيات اللي فيه وشفت غرف العمليات والرعاية هو المركز مجهز على أعلى مستوى يمكن أحدث ملكز القلب أنا شفتها في مصر بيد دلوقتي بداخل كل مركز طبي بقى فيه قسم للطب النفسي وعلاج الإدمان كان معي التذكرة الطبية بتاعتي وكان مكتوب فيها أن أنا بأخذ أدوية نفسية فتعرضت هنا في المركز الطبي على دكاترة أوراً نفسية قالي أني مش محتاجة أي دواء أنت كل الجواكب بالتلعي في شغلك بالتلعي في إنتاج إحنا هنا بيبقى دورنا إحنا نعلمه إزاي يخرج من هنا يكون شخص صالح في المجتمع مش معنى أن أنا غلطة مرة فدي تبقى نهاية المطاف لأنا ممكن أصلح وأتغير الأطفال إحنا لدينا مبنى لوحدين فيه في سلطة مهدية للأطفال بنعلم الأطفال فيها فيه ألعاب ترفيه للأطفال بتفضل تلعب بيها فيه كل حاجة موفرة للأطفال فيه رياضة ورياضة مهمة جداً طبعاً فيه رياضة أخلاق، رياضة السلوكات، أخلاقيات رادة تهيير، رادة تطور عملونا دوري بين المراكز اللي موجودة ووصلنا فعلاً للنهائي وتفاجئنا جاي يحضر يعني نخبة من الناس اللي بتاعت المنتخب الوطني لما بتدي للإنسان حرية حركة أنت بتقللي جداً الغضب اللي عنده لما أوجهه بقى لمهنة فهيطلع كل الطاقة بتاعته بناحية إيجابية لمهنة معينة إحنا الحمد لله يعني الصعوب كلها مزروعة والحواش عندنا كلها مزروعة فها طماطم، فها خيار وجميع الأشجر زرعينها وزرعين فول وزرعين بصر وفي الموسم الصيفي برضو بنزرع جميع المحصيل برضو كانش عندي أي خلفية عن موضوع الدواجين كنت زي زي أي ست بيت ممكن أخسل فرخة أنظفها أعمل لكن هنا خادت خبرة إن أنا لما أطلع بره ممكن أشتغل في المجال دوت دخلت اختبروني هنا وعرفوا أن أنا صناعي أعرفوني على المكان كله حتى المكان اللي أنا ما أعرفش فيه حاجة فيه مهندسين معانا هنا بيوجهونا لي وأعرفونا الحاجات الجديدة عشان أغلب المكان هنا شغال أوتوماتيك فيه مجبس حراري، فيه مقطع كهربة نصنع أنترهات، نصنع وضنهم، نصنع صفر معايا ناس بعلمها صامعة تستفيد منها شغال في مجال ما لابس الجايزة فطبعاً لزالت التقيل فلاقيت فيه مكان إمكانات أوفر وقورلي وسينجير كل متين حد بيعرف يهد على مكان وحد بيعرف يكوي وحد بيعرف يقص وحد بيعرف يفصل في التقيل هنا إن النتيجة إن الهدوء النفسي حصل للنزلاء بباع عندهم رغبة إن هم يحسن نفسهم اجتماعياً واختصادياً ونفسياً دي ورشة السجاد، وبنصمم السجاد ده وتعالى عن نول فيه واحد بيسد غرز، فيه واحد بيتملع السجادة الرسومات ديت إحنا اللي بنرسمها ده بيت نوب فيه لفظ الجلالة، فيه باسم الله الرحمن الرحيم موسيقى اشتغلت كهرباء عشان عارفت وعلمه مثلاً واحد في الكهرباء أو في النقاشة أو في أي مجال بيديله وهو خارج شهرة خبرة المجتمع ما عندهش قدرة إنه واحد يرمي بتقلو عليه ويصرف عليه وبالتالي المجتمع ممكن يقبل النزيل إمتى لما يكون النزيل في إيده حاجة بيعملها حاجة لها قدرة على إفادة المجتمع والشغل اللي أنا بعمله فيه مندوب هنا إنه بيروح منفذ يبعهولي والعائل بتاعه بيخش لي بعض زمولاتنا مسحبة بيقول محتاجين إنه هما يصرفوا على نفسهم فإحنا بتتالب نعلمه وبرضو كهواية وهما بيبقوا حبين كده بناخد مرتبات بنصرف على نفسنا ووفرنا برضو على أهالي شوية بالنسبة لحنا بناخدها لنا حروس التصرف فيها الحساب ده بيخش بونات وبعض ده هتعامل بجوه المركز هنا أنت بيتحسيني من فرص إنه يحس إنه هو محترم وإنه هو عنده القدرة على التعايش رغم إنه مسجون لكن ممكن جداً من الدخل بتاعه يصرف على نفسه عليه ما عنده موهبة، عيناء، إقعة، عزف، ونفضل نشتغل الفنون هي بتحرك وبتهزب النفس عمتها فأكتر مكان أقدر أستخدم فيه فنون لتحريك الشعور ده والحد من العنف والجرائم هو مركز الإصلاح هنا مصرية، بنت مصري، وأمي مصرية والحكاية فطرة فطرها ربنا جوه القلوب اسمها عشق الهوية عرفت إنه في أي حد عنده هواية ممكن إنه هو ينميها يعني في المركز به تم مدد كل واحد عنده موهبة بيطلح أنا كايت موهبتي إن أنا أعمل شغل كارتون على نظام العجل أنا هنا بمارس هواية الرسم من أول ما جئت إلى مركز هنا لقيت الجمال إمكانيات موفرينها هنا بنت لو جواك موهبة تنميها الفترة اللي هي بتاعت العقوبة بتاعتك كل النزلاء اللي بيرغبوا في القيد بمراحل تعليمية مختلفة ويتم يلحاقهم بالمراحل التعليمية ويتم عمل لجان امتحانات داخل مراكز الإصلاحة والتأهيل لتأداية الامتحانات المقررة عليهم دخلت محاول أمي لما لقيت في تعليم إن كان سبب مجي هنا هوت جاه لي ما كنتش بعرف أرها كتب كنت معي العدادية فخدت السنوية العامة وميسانس عبوب وخدت ميجستير في القنون الحمد للرب العالمين قدرت إن أنا روح كلية الحقوق جمعة عين شمس وتخرجت بالفعل الحمد للرب العالمين أحبيت إن أنا أكمل قدامت دراسات عالية في جامعة القاهرة في العلوم الجنائية المركز أنشأ مدرسة زراعية وأنشأ مدرسة صناعية بكل المهن اللي موجودة للطلب الحصين على الإعدادية ولم يستطيعوا أن يستكملوا التعليم من المدارس دي يقدر يكمل تعليم عالي فالفترة دي استولت ما مقتش مهضرة من عمر نهتم بالتعليم وتصحيح المفاهين ونصوب الأفكار التي عانينا منها تُمثل المرحلة الجديدة من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة أكبر بكثير من فكرة الثواب والعقاب تستهدف إعادة بناء الإنسان حتى يمكن أن يندمج بسهولة مرة أخرى مع أبناء هذا الشعب الكريم تحبست سنة ألفين وخمسة في قضية قضية المسمى الأعلى بتاعها اسمعتها في جيلات الأظهر أنا نضمت لجماعة الإخوان سنة ألفين وعشرة وعندما كنت مقتنع بالفكر ومنهجهم من كتر ما أنت بتسمع وطاعة سمع وطاعة مطرح ما بيقول لك تروح بتروح ألقيت عدداً كبيراً من المحاضرات المنتدة والواسعة التي كان فيها قصد كبير جداً من الأسئلة والأجوبة والاشتباك الفكري المباشر كان بيجي يعرض رأيه ورأي المخالف بقدلته إيه؟ ويفنت كل رأي وكل دليل من الدليل المخالف دوت عشان يوصل لي في الآخر النتيجة اللي أنا أتمنينيها مخزون كبير من المواقف الصغيرة التي كانت ربما لا تستوقفهم لكن حينما أعدنا رسم خريطة الخطر الذي تمثله تلك الطيارات رجع ليرى بوضوح كيف أن هذه الطيارات كانت تقود إلى الهلاك أنا لقيت أن الاتجاه الآخر اللي هو حبثني أرحم علي من قياداتنا اللي هم إحنا جينا في سبيلهم السيء كنت بسمع أن بيحصل في السجون تعزيم وأتداءات ولما دخلت لمشوفتش أي حاجة من الكلام ده كان من ضمن هذه الأفكار أيضاً فكرة حمل السلاح وفكرة القتال والجهاد كان من ضمن هذه الأفكار أيضاً التي ينظرون بها لكل المجتمعات أنها غارقة في نوع من الجاهلية الرأي اللي أنا وصلت له هو ديننا دين الوساطية دين السمح يخالف جميع أفكار الآثارات الإسلام السياسية ده رجع تبقى الأيام تاني وأنا في نفس التفكير دلوقتي في نفس سني وفي نفس اللي أنا فهمه دلوقتي كانت تعمل ونعمل أي حاجة من اللي أنا عبدتها أنا راح تبين دم على كل ساعة أو الطاقة في السجن كانش في حاجة في الدنيا كلها تستاهل ساعة في سجن وجود تنيسة وجود ارتباط بين المسؤولين والنزلاء إنه بيحس بحس المعاملة بيرفع بين المستواهم والمعنون ده أحسن صورة لحقوق الإنسان البيئة اللي بتوفرها هنا المؤسسة هي بيئة علمية بيئة للتأهيل قائمة على أسس علمية طبية، دينية، ثقافية، رياضية، تأهيل بدني إلى آخر كل العوامل دي بتتظافر مع بعضها عشان تطلع بني آدم سوي من أول وجديد يخرج للمجتمع منتج وليس فقط يخرج للمجتمع كما كان من طول وفي ذات الإطار من هذا الفكر المتحضر كانت فكرة وزارة الداخلية أن يكون هناك محاكم تقع في نطاق هذه السجن مما لا شك فيه أنها تحقق العديد من المزايا أهم هذه المزايا هي المزايا الخاصة بتأمين نقل النزيل من أماكن الاحتجاز حيث يتواجد للعرض على المحكمة المختصة أيضاً هناك ميزة اقتصادية لا يجب إخفالها هذه الميزة تتمثل في خفض النفقات الخاصة بنقل هؤلاء النزلاء من أماكن احتجازهم لعرضهم على المحكمة الجانب آخر أيضاً تيسير الإجراءات التقاضي وتسريع أيضاً لهذه الإجراءات كافة المحاكم الموجودة في نطاق هذه المراكز تم تزودها بالوسائل التقنية الحديثة في مجال إجراءات التقاضي وعلى رأسها يأتي منظومة تجديد الحبس عن ضع يعني بقى فيه سهولة في إجراءات التقاضي بيسهل في إجراءات التأمين بيريح السجين عشان هو ما يبقاش بيركب عربية ترحيلات وعطلة في المرور وقد تتعرض لبعض المشاكل طبعاً في مراكز الإصلاح والتهيلة الجديدة تم مراعاة ترتيبات الزيارة من حيث وجود أماكن لائقة ووسعة لأهلية النزلاء قبل تحقيق الزيارة أول ما جيت لقينا الحمد لله في يوتوبيز بيدخلنا بيخدنا من هناك ويجيبنا هنا رجلت الباب هنا سهل جداً وهنا منظر تعرف رايح فين؟ جاي من إين؟ حسن فرق المدة وفرق الزيارة وفرق كل حاجة أنت الأول كنت بتقعدي متزحمة ممكن استند واحد يقعد عليه ثلاثة أربع أسر وتلاثة أربع أسر كل أسرة فيها ثلاثة غير السجين أو النزل اللي موجود معاهم النهاردة ترابيزة مستقلة هو المسجون بتاعك أو نزيل بتاعك ومعاك أنت الشخص اللي معاك وقعد الزيارة مبسوطة والدنيا جميلة جداً تم مراعاة الخصوصية في منطقة الزيارة الداخلية ما بين النزيل والأهلية وده أدى إلى اختلاف نفسية النزيل وتحسنها للأرض أيضاً فيما يتعلق به الرعاية اللاحقة هو كان جزء هام للغاية في الفلسفة الجديدة المتعلقة بالتعامل مع هذه المنظومة الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بتبقى متابعة النزيل وأهله وأبنائه بتقدم لهم خدمات بنت نزيل هتتجوز بيجهزوها يعفاء مصاريف الدراسة لابن النزيل الغير قادر وكمان إنشاء مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل للمفرج عنه أثناء فترة وجود النزيل بمركز الإصلاح والتأهيل بيتم متابعته وتقييم سلوكه ومدى استجابته لبرامج الإصلاح والتأهيل وده للتأكد من إمكانية الإفراج المبكر عنه في حالة الموافقة على الإفراج عن النزيل أي نوع من المنوعين الشرطي أو عقب والإفراج الشرطي ده مدى في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل بيتم تطبيقها على النزلاء بنصف مدة العقوبة أما العفو بيكون قرار من السيد رئيس الجمهورية في ست مناسبات قومية ودينية في السنة وبيتم تطبيقه بثلث مدة العقوبة ودي مبادرة هي أيضاً بتصب في صالح دعم المنظومة المتكاملة نحو خطوات أكثر ثباتاً وأكثر تقدماً في تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان إن فكر العقاب الحديث يهدف استغلال فترة قضاء المحكوم عليه عقوبته في إعادة تكهيل والعودة المقتربة لأنه مخلوق أخطأ وعوقب وبالتالي ليس من المطلوب أن يظل العقاب بلا حدود ولكن المطلوب وتنفيذ العقاب حتى يكون هناك رد له ولغيره ثم تعادت بناءه مرة أخرى حتى ليهورد الجريم التكلفة كانت كبيرة لكن ممكن تبضاعف لو فضلت السجون سجون للنفس والجسد كان لازم نضمن ونتطمن أن اللي يخرج من مؤسسات الإصلاح والدهيل ما يرجعش تاني تذكرة خروج بلا عودة كلمة شرف وتحققت لما الإيدين تعلمت إزاي تواجه الصروف لما العقول اتنورت ولقيت طريق الداية صح وللعمال هتدى حد كل كفوف كلمة شرف وتحققت لما الإيدين تعلمت إزاي تواجه الصروف لما العقول اتنورت ولقيت طريق الداية صح وللعمال هتدى حد كل الكفوف دلوقتي ننسأ اللي كان وبكرة مليان الأمان بالصنع دي هقدر أعيش هقدر على الحمل التقيق وهرد للبلد الجميل وأقدر أخط المستحيل تحققت لها إللي البناء كان حل´ وتحقق معاه معنا الحياة وفتح لنا طريق نجاب وسوائب الضدور فيها خلتها من صحراء ونوب لحاجة دي دوطوق نجاب دلوقتي ننسأ اللي كان وبكرة مليان بالأمان بالصنع لي هقدر أعيش هقدر على الحمل التهيق وهرد للبلد الجميل وأقدر أخط المستحيل